بعد أسبوع من التصويت في بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ارتفعت بحسب الشرطة البريطانية جرائم الكراهية ضد المهاجرين بنحو 60% ويتهم تقرير أوروبي بريطانيا بعدم العمل بشكل كاف لمحاربة العنصرية التي بات المسلمون يعانونها في البلاد بعد سبعة أيام من نتائج الاستفتاء العديد من أصدقاء تعرضوا لتحرشات عنصرية وبدأوا يسألون عن انتماءاتهم وسمعنا قصصا من المدارس عن أطفال يقولون لزملائهم المسلمين إن أباءهم صوتوا لصالح طردهم من البلاد التقرير الصادر عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابع للمجلس الأوروبي في ستراسبورغ اتهم بريطانيا بالفشل في محاربة العداء للإسلام والسامية حمل السياسيين والإعلام المسئولية في تأجيج العنصرية والتعصب خصوصا في مرحلة ما قبل الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي ووضع التقرير 23 توصية أهمها إلغاء أي قانون ممكن أن يؤدي للتمييز تطبيق القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان جمعيات حقوقية بريطانية رحبت بالتقرير الأوروبي وأكدت ضعف خطوات المحاسبة من قبل المحاكم البريطانية ما يبينه التقرير أن نحو 50% من جرائم الكراهية المبلغ عنها لم يتم الحكم فيها بالقدر المطلوب خصوصا تلك المتعلقة بالكراهية وتوصف بأنها تصرفات غير اجتماعية ولا يتم الأخذ بالمسببات التقرير خالصا إلى أن قوانين مكافحة التمييز البريطانية صارمة لكنه حذر من أن جرائم الكراهية في ارتفاع يأتي التقرير الأوروبي في الأسبوع الذي أعلنت فيه رئيسة الوزراء عدم العمل باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التي أوصى بها التقرير لمحاربة جرائم الكراهية لتبدأ بريطانيا بعد الخروج بوضع تشريعات حقوق الإنسان الخاصة بها بعيدا عن القوانين الأوروبية جياب أبصفي اسكاينيوز عربية لندن